الأمم تنهض بالصدق والعمل والأمانة ولا يمكن لأمة أن تنهض على الكذب والافتراء والهدم الشيطان يعظ أو السيسي فالفارق ليس كبير في الحالة المصرية طريق المصلحين هو السبيل الوحيد لنهضة البلاد فهل كان السيسي يوما من المصلحين؟ أما عن الصدق فالرجل يكذب منذ عشر سنوات حتى صار عند المصريين كذابا لم يعدهم بشيء وأوفابه لم يلتزم ولو لمرة بوعوده الكاذبة طالبهم بالصبر والتحمل ثم حملهم مسؤولية فشله المستمر وأما عن العمل فالجنرال يعمل بجد في تبديد ثروات مصر وإهدار مواردها وإغراقها في الديون وتدمير عملتها وانهيار اقتصادها وإفقار شعبها وقمع أبنائها والسيطرة على كل شيء لنفسه ولأبنائه ورجاله وأما عن الأمانة فالسيسي يبني قصور لا نهاية لها يقتلد مليارات فيبني بها أطول برج وأكبر نجفة ويشق نهرا أخضرا في صحراء قاحلة ثم يشتكي شح المياه الرجل خان أمانة الأرض فتنازل عن تيران وصنافير للسعودية وخان أمانة النيل في أزمة سد النهضة مع إثيوبيا وخان أمانة الدستور فعدله ليبقى في السلطة حتى إشعار آخر يحدث ناسيسي عن مخاطر الكذب والافتراء والهدم وهو غارق بين هذه وتلك يهدم بيوت المصريين في العريش والشيخ زويد يهجرهم من جزيرة الوراق ثم يفتري عليهم بأنهم بنوا بيوتهم على أرض مملوكة للدولة طريق المصلحين لا يكون على جثث المصريين لا يتحقق ببناء سجون جديدة ولا تصل إليه بقطع الأشجار وسرقة أموال المصريين ورشوة مسؤولين غربيين وفضائح مستمرة كطائرة زنبيا واختراق هاتف أحمد الطنطاوي برز الثعلب اليوم في ثياب الواعظين ولكن الديك يعلم والشعب المصري يعلم وأمير الشعراء أحمد شوقي كان يعلم أنه مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا